مرحبا بكم مرحبا بكم في القناة لا أعرف كيف أفعل بيدي مرحبا بكم في القناة اليوم سأقوم بكم فيديو عن everyday makeup look حسنا السيف قرب و عادة في السيف الناس لا تضعوا الكثير بيبقوا فيه تاند كده فالواحد لا يحتاج يضع كثير فداللوك اللي انا عملته بيسيكلي هو عبارة عن bronzer على highlight على حواكب على mascara على lip balm مش بياخد وقته خالص وسهل جدا وقد بيفعو منظر عشان انتو كمان شوية تشوف منظره من غيره طبعا بتكلم في ايه عايزين تشوفوا عالتي الميكوب ده ازاي دان كيب عن واتشين ايه يا جميع انا رمضان تعبني جدا خلي مش عارف انا مش عارف انا مش عارف انا اوكي 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 ايه انا اقررت اخطي الكنسيلر عشان خاطر مش هشوفها المنظلة تحت ايني ده فا اخوض درجة 15 و اخوض و احطه تحت ايني كده كده اعلى من اخيري و اريتي من حتى انا صغير عشان خامله كده بحالي من اخيري بس ليس كتير عشان عندي حتى دي نشوه بايبه ارفاها من اجنب شوه عشان خليه وشي كله و افتحها كده شوه هاخد Beauty Blender بتاعي انه كده احسن كتير من بيجي كزارتي بعد كده هاخد ال powder بتاعي من Stay Matte 0.05 وحطه تحت عيني عشان عشان اثبت الكونسيلر ببقية البودر حطه حال انوشي بعد كده يا جماعة هاخد كنتور كده خفيف قوي بتعمك اسمه بون بيج حاجة كده روحطه هنا شوية عشان ادب في وشي عشان حسن منها شكلي ميت دلوقتي شعفة لي مش بستخدم الونده ابدا عشان هو بفعل بكده بكسل عشان امرويها السراحة بس والله حلوة بس بس داخله بتاعت هنا شوية شاعة صحة نفسي وبحب ايج داخل شوية قنب مناخيلي كده خفيف جده و مش كنتور يعني شبه كنتور هاخد الحصر الحواجبي بعد كده حصر الحواجبي عشان منكوشين جدا بدأت استخدم زيت خاروق على الحواجبي مش هارف بقى مفوض يتأقلهم شوية عندي الحتة دي خفيفة للأسف دي أكتر حتة عندي مشكلة فيها وفكر ان الشعر بيطلع بس مش بيطلع في الحتات انا هايز هيطلع فيها بس نشوف مع بعض بقى بقى مفكر اصور بقى و اقولكو انه صنع هاخد بقى ايبراو بنسل بتاع كاتريس بقى موجود في مزايا يا جماعة زي من موجود في المانيا كنت دائما بيستخدمو في طفولتي وبقى موجود في مصر فهو فعلا اصارو حلو قوي وهو اصلا برودكت حالو بلدان هعمل الحبلي التانية بصورة وارجع لكم حالا اوكي ريجانا حالو قوي سهل قوي انتو لسه بدئين انا باركومنت انتو تستخدموا باعوا بنسل ومش النشفين عشان لو نشف قوي هتلاقي نفسوكو بتخلعوا شعركو فدي مش حاجة كويسة خالص ابدا اح مش عايزين نخلع حواجبنا فبعد كده عندي بعود جل بتاع اديكو شفافي وحلو قوي بيثبت الحواجب بس بس اقولكو حالا بس مشكلتو ان انتو لو بعد ما نشف لعبتو في حواجبكو بيعمل بتاعه باشرا بيدا كده عشان هو منشف قوي فهو انتو لو عملتو كده مسلا بالخلط تلاقيه فيه اشرا بيدا على حواجبكو ف منصيحة يعني متلعبوش بيوم يعني هو دلوقتي هو مبلول مبلول بس هادم فرشة تانية بيزبطها بس بعد كده بس بعد كده بعد ما انشف قوعت اننسوها يا جماعة كان منظر مش حلو خلص ومعرفت ما عرفتش اثبطه خلص احط لبه مع الاوشي بتاع بالميرس حلو قوي يا جماعة طوام حلو قوي لو بتحب كوكونات هاجبكو كده هاجبكو كده حلو كده هعمل ايه بعد كده هعمل ايه بعد كده احط شوية هايلايت بس احط اللاستر دروبس بس اضمت في الفيديو بتاعي لفات ناتشل قوي عاجب مصراح حلو لو تم الافيديي لوك حلو ده شوي كده فرق وليل بس مدي كده كده اشك انا اقوله انا مش عفت تكلم انت انا دائمي مش عفت تكلم ايه اوكي دلوقتي هنحط بلوش خفيف جدا الاندي ماك اي تنك كان اسمه بلوسم حاجة بس ايا الكلمات راحته هو pink matte بحبه قوي بيديلي شوية لون وشكله ناط شوية جدا شكله مساح صح اكتر شكله هافي اكتر بحبه نازل تحت منخيري شوية عشان همانتو بتباوغدين ضربة شمس كده بتباوغدو على منخير كوانا بحب المنزرده كده وباقيت اللي على الفرشة بحط حوالي وشكله اوكي اخر حاجة هنعملها مش هعافي لو حطي عاشد ولا انا عادة اصلا الديلي ميك اوب بتاعي مش بحط حطي مش بحطي ميك اوب اصلا خلص ديلي ميك اوب بتاعي الصراحة يعني بس خارجة كده في السريع صوبر احتكو يعني انا هاتدي الابشن ان انا حطي اي شادو بس انا عادة مش بعمل مش بعمل كده فهستخدم فهستخدم النيكس اولتيمت بالت في الشوغر هاي و هاخد بس اللون اللي فوق ده وحطو في الكيس بتاعي هاخد الشمري الشيد ده وحطو من يعني من جوه بيدي كفيف كده بس هاخد الايلاش كرلر فهوه فعش انا حطو الماسكيرا انا فعلا انه عملت فيديو اللي معي افريدي اي كاوب باسم مش ابا فيديو هاي بقى عبارة انا حطو كريم استخدم الايلاش كرلر اصراح هواك بي وحط البام بس كده انا عانسيت اخد الماسكيرا ثانية واحدة بحاول استخدم ميكاوب موجود في مصر وهبتدي انزل عام شابن تاني ورايب عشان خاطر حاجات تبه كلكم تعرفوا تشتروها بس يعني ده الماسكيرا ده واحد من اكتر مسكيراس بحبهم وموجود في مصر وهو ريمل سكاندل عايز حابوا جدا يا جماع بيطول النموش وبيتدي بس الفورشة كبيرة شوية فدايما انا برسم على عيني اهه بص الفرق اهه بص الفرق اوكي بس انتو لو عايزين تحطوا روش حطوا روش انا هفضل باللبام بس كده عشان مش عادة حط روش انتو لو عايزين تحطوا روش حطوا روش عادي مفيش مشكلة انا الصراحة عجبني اللوك باللبام بس فهسيبه كده و هشوفكم يا جماعة في الفيديو بتاعي الجاي ان شاء الله و بحبكم اشتركوا في القناة